الاتفاق ده قعدة الرباعية ده انا قلت الكلام ده كتير لانه متأكد منه كويس قعدة الرباعية وجابت قاسة المجلس المركزي ده وجابوا المقص فصلوا البدل دي بتاعت الاتفاق الاطار ده على مقاسة المجلس المركزي عشان كده اميس انا بحكي لك حاجة اميس سفير الامريكي يلاقى الترول كده يلاقى مني الغائف مني في منزله السفير الامريكي قال لانه زلتاني حيخوش في الحاجة ده ما فيه لا كتلة دموراطية لا غير الكلام قالوا شابنا صحيح هو ده ما كلام لكن ده كلام الامريكان وكلام الرباعية لانه الحية دي تفصلت من البداية على مقاسة المجلس المركزي عشان كده يقول لي في غوى صورة وفي غوى ما بعرف يصنفوا في السودانيين يعني نصبوا لماذا تم استبعادكم سيد زالة عسكوري نحن ما فيه شخص يستطيع استبعادنا لانه قصدكم دي نعمى شكل لها لماذا يعمل ملتمع الدولي انت قلت بانهم قاموا بتفصيلها عليهم دونكم يعني لانه ده يسمعوا كلامهم نحن نسمع كلام ملتمع الدولي بس ده الفريق نحن مهتمين ببلدنا ومصالحا وسيادتا وكذا وعزتا وكذا باب نسمع نحن كلام امريكا ولا غير نحن نسمع كلام السودانيين باب نسمع كلام اين جهة تاني هون عندهم استعداد يسمعوا كلام امريكا ويقعدوا معاها وقالوا كلام نحن نبشي السفارات وكذا وكذا الكلام ده معروف يعني صح ولذلك الاتفاق ده قام حتى الكلامة قاله اخ شهاب هسي الكلام بتاع الجنوب الفريقي دي قاله فولكر قاله فولكر وقالته استاذ مريمان صادق دكتور مريمان صادق قاله كلام ده ما كلامنا نحن ولا قلنا نحن قاله فولكر وقال جبنا واحدة من جنوب فريقيا قيرا وكذا ومريمان صادق غيرت بالكلام ده فدي ما حاجات بنقولون احنا يعني ما يتهمون بحاجة كذا هذي المسودة المسودة الدستورة العملات الهاتف ما عندهم فيها والله شرطتي ما عندهم فيها جابوه على سنه يخرجوه من خلال الحاجة الانتغالية والنغابة الانتغالية واللنجة تسيرية بتاعة نغابة المحامين ده ما كلامنا نحن في الكتلة دموقراطية ولا كذا لين في الكتلة دموقراطية كلامنا واضح ما رأي دينا والحاجة اعتراف من الجماعة دينا الراحة سدانين زيون يمكن اكتر منهم كويس بنئومون بحكاية المواطن المساعدة ما في زول صنيفنا ما فيش لا الجيش بصنيفنا للا الدعم السريع بصنيفنا لا فولكر بصنيفنا لالامريكان بصنيفون للمجلس المركز بصنيفنا نحن معطنين كاملين المواطنة في هذه البلد عشان كده ما بنمشي نستجد مننا ندخلون في الحاجة العملية